التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرنانش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم نيابة نان الرئيس عبد الفتاح السيسية الرأس وزير الخارجية سامح شكري وفضى مصر في أعمال القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز وذلك في العاصمة الأغندية كامبالا وأوضحت وزارة الخارجية أن القمة ستعقد اليوم وعلى مدار يومين في كامبالا على ضوء رئاسة أغندا للحركة خلال الفترة من 2024 إلى 2027 لفتة إلى أنه من المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 120 دولة في فعليتها وأضافت الخارجية أن جدول أعمال الوزير شكري سيتضمن وإلقاء كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسي بالإضافة إلى عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول العضاء وذلك لتناول مصاري العلاقات الثنائية والتشور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف نفذته طائرات ومدفعية قوات الاحتلال على مدينة خان يونس ونقلت وفا عن مصادر محلية أن أربعة فلسطينيين على الأقل استشهدوا في قصف لقوات الاحتلال على المنطقة الغربية في مدينة خان يونس ووصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى الأمل بالمدينة كما استهدفت قوات الاحتلال وسط المدينة بعدة غارات وبقصف مدفعي قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز أن بلاده متواطئة في الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وأشار إلى أنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناة الفلسطينيين والتعامل مع الكارثة الإنسانية قال جهاز مكفحة الإرهاب في إقليم كردستان العراقية أن أنظمة دفاعية أسقطت طائرة مسيرة مسلحة فوق مطار أربيل بشمال العراق حيث تتمركز قوات أمريكية ودولية أخرى وقال الجهاز الأمني في بيان إن طائرة مسيرة مسلحة أطلقتها جماعة خارجة عن القانون على مطار أربيل وتم إسقاطها قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضضين للسفن على نقلة مملوكة للولايات المتحدة ووقع في المياه بالقرب من السفينة دون وقوع إصابات أو أضرار ووقعت تلك الحادثة التي تعتبر الأحدث وسط التوترات في البحر الأحمر في حوالي السادسة مساء بتوقيت جرينج أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة لا تريد تصعيدا في جنوب أسيا وأسيا الوسطى وذلك ردا على سؤال تلقاه عن الدربات المتبادلة بين إيران وباكستان في الأيام الأخيرة وقال كيربي إن الإدارة الأمريكية تتابع عن كتب التوتر بين البلدين الذي تفاقم بشكل خطير هذا الأسبوع وأضاف أن إيران وباكستان بلدان مدججان بالسلاح مشددا على أن بلاده لا تريد أن تشهد تصعيدا أعلن حلف شمال الأطلسية أمس أنه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكرية له في الحرب الباردة بمشاركة 90 ألف عسكري وعلى مدى أشهر على خلفية الأزمة في أوكرانيا وصرح القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسية في أوروبا الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي خلال مؤتمر صحفي في مقر الحلف في بروكسيل إن التدريب المدافع الصامد سيستمر حتى أواخر مايو ويشمل وحدات من كل الدول الأعضاء الأحدى والثلاثين والدولة المرشحة السويد وأضاف أنه سيكون دليلا واضحا على وحدة الصف وقوات الحلف وتصميم أعضائه على حماية بعضهم البعض رياضيا تعادل المنتخب الوطني مع نظيره الغاني بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثانية لمنافسة المجموعة الثانية بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية ثنائية المنتخب الوطني جاءت عن طريق كولمين عمر مرموش ومصطفى محمد فيما سجل محمد قدوس هدفي غانا بهذا أتعادل رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني بينما أصبح رصيد غانا نقطة واحدة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن موزنبيق صاحبة المركز الرابع ترجمة نانسي قنقر